موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نحييكم إنما كنتم إلى هذا الحوار الخاص الذي يأتيكم على شاشة الأخبارية السورية من دمشق والذي نناقش فيه كما عودناكم آخر تطورات سياسية والميدانية في سوريا طبعا نناقش اليوم نظام وقف العمليات القتالية ونظام التهدئة الذي جاء بناء على توافق روسي أمريكي هذا الاتفاق تستمر المجموعات الإرهابية المسلحة في انتهاكه مشاهدين أمام مرمى نظر الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهمها روسيا وتقول روسيا بأنها مستمرة بالتستر على المجموعات الإرهابية التي تقوم بهذه الانتهاكات وطبعا في ظل إصرار الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة على عدم الكشف على المجموعات الإرهابية التي تسميها بالمعتدلة طبعا قدمت لروسيا ورقة بهذه المجموعات الإرهابية المسلحة لكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة ولا ندر ربما لا تريد حتى هذه اللحظة أن تشير إلى الأماكن التي تتواجد فيها هذه المجموعات التي تسميها بيئة المعتدلة وأيضا أمام إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الكشف على بنود هذا الاتفاق مصرح حتى هذه اللحظة كما أشارت موسكو على إخفاء بنود هذا الاتفاق وما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق رغم إصرار روسيا ورغبة روسيا بالإعلان الكامل على كل بنود هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيه طبعا هذه الأمور يكون حوارنا مشاهدين الكرام مع ضيفي في الستوديو الأستاذ علي قاسم رئيس تحرير جريدة الثورة أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد أستاذ خير حتى هذه اللحظة 49 خرق من قبل مجموعات الإرهابية المسلحة لهذا القرار أستاذ علي في أكثر من مدينة سورية إلى أي حد حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن هذا الاتفاق يمكن أن يصمد أمام هذا الانتهاك المستمر من قبل المجموعات الإرهابية يعني أولا الملاحظة الواضحة تماما أن وطيرة الانتهاكات كما سميت تتصاعد بوطيرة يبدو أنها متزايدة قياسا على اليوم الأول ثم اليوم الثاني نحن خلال 48 ساعة كان هناك 60 خرقا كما سجلتها وكما سجلها مركز المراقبة الروسية اليوم الثالث نحن أمام 47 خرق حتى اللحظة يعني وما زال هناك متسع لمزيدة خرق 49 قبل لقائق من دخول الستوديو يعني في بعض المواقف وربما بعض الجزئيات والتفاصيل التي أراها حتى هذه اللحظة وبرأي الشخصي في هذه المسألة أعتقد أنها هي فقط ما تزال اللعبة الأمريكية ذاتها ما زال معايير وأدوات إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاشتباك إن صح التسمي هذا الاشتباك السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول الاتفاق بعد أن نجز الاتفاق هناك مسار لاشتباك يبدو على التفاصيل على الآليات التنفيذ على ربما التفاهمات للتجارات على آليات التفسير أيضا لبنود هذا الاتفاق هذا الاشتباك ما زال مستمرا ويبدو أنه سيستمر بوتيرة متصاعدة نتيجة عاملين أساسيين والولايات المتحدة الأمريكية هي من تريد التصعيد أستاذ علي هذا تتستر حتى هذه اللحظة على بنود الاتفاق يعني أولا تماما يعني هو يمكن ربما في سرعة الحديث لم نتحدث كثيرا عن هذه المسألة هذه الخروقات من قبل التنظيمات الإرهابية بالمطلق وهناك تأكيد رب السوري حتى اللحظي لم يرد على هذه الانتهاكات بمعنى آخر أن من يقوم بهذه الانتهاكات ومن يخرج للاتفاق هي التنظيمات الإرهابية رغم بيان القياد العام للجيش والقياك والقوات المسلحة أستاذ علي كان قد قال بأنه محتفظون بحق الرد الحاسم في حال الانتهاك نعم عندما يكون الانتهاك مهددا لأطر الاتفاق وعندما يكون مباشرا ونحن ربما في بعض اللحظات سنسمع أن هناك رد مباشر من الجيش العربي السوري ومحاولة صد لهجوم التنظيمات الإرهابية وخرقها لهذا الاتفاق في ريف حما نحن أمام تدعيات متطورات متسارعة هناك عمليات تحشيد هناك عمليات ربما مباشرة تقوم بها التنظيمات الإرهابية من أجل استغلال ما سمي الاتفاق أو وقف العمليات القتالية والتهديئة من أجل القيام بهذه العمليات لذلك نحن أمام تصاعد متزايد في الخروقات والانتهاكات التي تحدث لاتفاق الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا النقطة الربما الثانية والتي لم نستطع الإشارة إليها بشكل سريع تتعلق برغبة الولايات المتحدة الأمريكية أولا هذا الاتفاق الذي جرى في هذه المسألة وبعد نتيجة طول التأخير وطول المماطلة أمريكية وتسويف ومحاولة لتعطيل هذا الاتفاق أعتقد أن الحرج هو الذي أوصل أمريكا إلى أن تضطر في نهاية المطاف أن توقع على هذا الاتفاق أعلنت روسيا أن هناك اللقاء بين لافرف وكيري قبل توقيع الاتفاق أولا الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت كثيرا حتى أكلت هذا الاتفاق وتابعنا جميعا كيف تم التأخير وصول طائرة كيري إلى جينيف وكيف لافرف وصل مسبقا وأجر سلسلة لقاءات قبل أن يتم الاتفاق وبالصم هناك الاجتماعات الماراتونية التي استغرقت أكثر من 14 ساعة كل هذه المعطيات تشير وتؤشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما وقعت على الاتفاق تحت ضغط الحرج السياسي وربما أوصلتها الروسيا الدبلوماسية الروسية عند هذه النقطة إلى موقع لا عودة وبمعنى آخر أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في تملصها من هذا الاتفاق رغم أن هناك رأي يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستفيدة أستاذ علي من هذا الاتفاق على الأقل تثبيت ما تم التوصل إليه في الميدان عند خطوط معينة وعند نقاط معينة إيقاف التقدم للجيش العربي السوري اندفاع التقدم للجيش العربي السوري التي كانت بالأيام التي سبقت الاتفاق بالتلسيق والتعاون مع الحلافة ربما هذا من أهم الأهداف التي كانت تسعى إلى الولايات المتحدة يبتع لحصول بالسياسي على ما لم تحصل عليه بالميدان دعينا نختلف في هذه النقطة أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا تراهن على الاتفاق هي تراهن على إضاعة الوقت ما استطاعت إلى ذلك سبيلا لأن غايتها الأساسية ليس إيصال حد وليس وقف الأعمال القتالية وليس تهديد الأوضاع بقدر من هو تأجيجها الولايات المتحدة مصلحتها حتى هذه اللحظة هي في إدارة هذا الخراب والدمار الناتج في كل المنطقة وليس في سوريا فحسب وبالتالي كل حديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تهديد الأوضاع تريد أن توجد فعلا حلول حقيقية وأنها تريد أن تستخدم نظام وقف الأعمال القتالية أو الاتفاق مع الروس من أجل وصول إلى أطلاق المسار السياسي أعتقد أنه مخطئ أو ربما ليس من الحكمة على الأقل في هذه اللحظة التعويل عليه لأسباب متعددة تتعلق بالإدارة الأمريكية نفسها وبالتالي ليس من الحكمة كان بناء على كلامك وعلى رأيك أستاذ علي الوصول إلى هذا الاتفاق أو توقيع هذا الاتفاق لا ليس بهذا القدر هناك لليهذا الاتفاق له كما له سيئات له وحسنات أولا من أجل أيضا أن نكون منصفين في قراءة هذا الاتفاق وربما تحدثتنا حتى في صحيفة السورة عن هذه المسألة بكثير من التفصيل وقلت هو من داخل أسطر هذا الاتفاق هناك ما يدين أمريكا هناك ما يؤكد وربما يفضح ما تبقى من أوراق تستر بها الولايات المتحدة الأمريكية على سياستها أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تحدد مجموعات المسلحة التي تدعي أنها معتدلة وفق توصيفها النقطة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من هذه التنظيمات وهذه المجموعات أن توقف عمالها العدائية ولا عمالها الإرهابية النقطة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها غير قادرة أصلا حتى لو فكرت وهي أرادت وكانت جادة في هذه الإرادة أن تفصل لا تستطيع أن تفصل لسبب أساسي وهو أن كل التنظيمات القائمة اليوم هي تنظيمات إرهابية من كان هو خارج النصر الآن فهو كان داخلها في وقت سابق ومن لم يكن في وقت سابق أصبح الآن هو حليفا لها في جبهات الفتال يعني هناك تداخل حتى في المستوى السياسي اليوم نجد أن نقرأه على المشهد على الواقع الميداني اليوم ما نشهده هناك تداخلات مطلقة بمعنى آخر أن العناصر أو سنسميها الإرهابيين القائمين داخل هذا التنظيم أو ذاك التنظيم قبل أشهر كانوا داخل تنظيم آخر يعني عملية تحريك هذه العناصر الإرهابية داخل هذه التنظيمات هي عملية جغرافية وليست عملية سياسية أو عقائدية يعني تتحرك بداخل بعضها حسب الموقع الجغرافي الذي تحتاج إليه هذا التنظيم أو ذاك وبالتالي كانت المعضلة حتى هذه اللحظة هي فعلا الفرز الجغرافي لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة موسكو تحدثت بأنه هناك يعني ورقة مقدمة لها ربما من الولايات المتحدة الأمريكية بأسماء المجموعات التي تراها معتدلة ولكن لا أماكن قدمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا خريطة جغرافية قدمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأماكن تواجد هذه المجموعات الإرهابية يعني أولا في هذه النقطة ويجب أن نستعيد شرب مجلسة من الزاكرة في هذه المسألة ندرك تماما أن هذا الأمر وهذا الجدل وهذه المماحكة حول هذه القضية منذ قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب والمتعلق بالأزمة في سوريا وبالتالي كان البند الأساسي وحتى لإطلاق محادثات جينيف البند الأساسي فيها والأول كان هو تحديد لائحة بالتنظيمات الإرهابية التي أوكلت في ذلك الحين بالمهمة للأردن ومن ثم لاحقا لدول أخرى ومن ثم تحملت للمتحدة الأمريكية أو هي التي قالت أنها هي التي ستقوم بإصدار هذه اللائحة وحتى هذه اللحظة ونحن أمام أشهر وربما سنوات أمام هذه المماحكة ولم يجري أي تطور أو تقدم فيها يعني ربما هنا نقطة الضعف الأساسية في الاتفاق الروسي الأمريكي أنه لم يحدد مسبقا قبل بدء سريان هذا الاتفاق ومعده وتاريخه أن يكون هناك تحديد لهذه اللائحة ما الذي دفع موسكو للقبول بهذا الاتفاق وتوقيع هذا الاتفاق دون فعلا تقديم هذه اللائحة أستاذ علي رغم إصرار موسكو حتى هذه اللحظة بأنه لا بد أن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية ولا بد أن تقدم لائحة بأسماء هذه المجموعات التي تعتبرها معتدل مجموعات الحديثة ما تنجزه على الطاولة هو يتعلق بقيمة ما لديك من أوراق أعتقد أن الدبلوماسية الروسية اليوم تحاول أن تحصد أكبر قدر من هذه الأوراق من أجل مرحلة قادمة وهذه المرحلة مرحلة تمهدية بالمناسبة في الشباك أو في الاشتباك القائم اليوم ما بين روسيا وأمريكية على المسرح الدولي لذلك هي مجموعة أوراق تحاول أن تحصلها الدبلوماسية وهي بالمناسبة تضيف إلى رصيد الدبلوماسية الأمريكية نقاط كثيرة صحيح البعض ربما يأخذ عليها أنها أحيانا تكون على حساب الآخرين أو أنها لا تكون متطابقة مئة بالمئة مع مصالح من تعتبرهم حلفاء لها من تدافع عنهم ربما من تدعمهم في مكافحة الإرهاب على الأقل ولكن في نهاية المطاف هي تصف في مصلحة الدبلوماسية الدولية والدبلوماسية الروسية أيضا من أجل مرحلة التصعيد أو مرحلة اشتباك قادمة على المشهد الدولي أعتقد أنها تتحضر لها روسيا كما تتحضر لها الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لا تريد أن تعترف بأن هناك شريك لها على المشهد الدولي ما زالت توقن أو ربما هي لا تريد أن تقر بأنها ليست متفردة أو ليست مستفردة كليا بالمشهد الدولي لم تعد هي القوى العظمى التي تستطيع أن تحدد هنا وهناك حتى هذه اللحظة ومع ذلك ولكن الواقع الدولي اليوم والمشهد الدولي يقول لا هناك لعبين أساسيين هناك لعبون أساسيون فعلا حقيقيون وأصبح لهم تأثيرهم ودورهم وقواتهم واحدة منهم على الأقل من روسيا طب هذا الاتفاق إذا كان روسيا ستبني عليه في القادم من الأيام أستاذ علي ألا يجب أن يصمد اليوم حتى يمكن البناء عليه لاحقا وبالتالي تنفيذ مجموعة من الشروط التي تهيئ لأن يصمد بهذه المرحلة لاستخدامه ربما بمراحل قادمة ومن أهم هذه الشروط هو شرط الفصل بين المجموعات الرهابية المسلحة ولذلك نجد حرص روسيا وربما أيضا ما قدمته الحكومة السورية في هذا الإطار من حرصنا أيضا على تنفيذ هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق إذا ما قررناه بالاتفاق السابق الذي حصل في شباط الماضي نعتقد أن هناك تقدم واضح حتى في المصطلحات من المفردات المستخدمة بين الاتفاق الماضي والاتفاق الحالي هناك فرق حقيقي حتى في المستوى السياسي لذلك أعتقد أن الحرص الروسي في هذه المسألة هو من باب الإيقاع أيضا أو من باب الحصد مزيد من الأوراق أيضا في هذه المسألة لأن لو كانت المسألة مسألة اتفاق فقط أعتقد أنه من طبيعة الأشياء عندما قامت المجموعات والتنظيمات الإرهابية بخرق هذا الاتفاق كل هذه الانتهاكات على مثل ثلاثة أيام نحن أمام ما يزيد عن المئة انتهاك على الأقل فهذا أمر ربما كان يفترض أن ينسف الاتفاق كله ولكن الحرص عليه أنا أعتقد أنه لكشف مزيد من الأوراق لدى الأمريكيين لكشف ما تبقى من الأوراق لدى الأمريكيين أيضا تآكل الرصيد السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة لذلك هي تقدم وعودها من جهة بينما على الأرض تمارس سياسة أخرى مختلفة يعني اليوم كان يتم الحديث والمؤسف في الأمر وربما يجب أن نركز على هذه النقطة عندما يتحدث السيد ديمستورا بهذه اللغة وبهذه المصطلح أعتقد أنه أصبح اليوم في موقع آخر لا علاقة له بمهمته الدولية أو كما يفترض أن تكون مهمته الدولية أصبح طرفا منحازا للتنظيمات الإرهابية أصبح اليوم يدافع عن التنظيمات الإرهابية أكثر مما هو يقوم بدوره الحقيقي عندما يحمل الحكومة السورية وهو لا علاقة له بالأمر في هذه المسألة بالمناسبة يعني الألمانيا يجب أن يقوم في هذه المسألة هو اتفاق روسيا أمريكا وبالتالي الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية هي بالتفاهم مع الجانب الروسي وليس مع السيد ديمستورا والأمم المتحدة في هذه المسألة هي فقط تقوم بتقديم هذه المساعدات أما الطريقة والأسلوب وبالتالي المتابعة والمرابقة هي تتم عبر الهلال الأحمر السوري وعبر الجانب الروسي الذي أنشأ مجموعة مراكز من المراقبة يعني روسيا تقوم بكل ما هو مطلوب منها في هذا الإطار رغبة منها وحصة منها على هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية تصطنع كل ما من شأنه تحطيم وبالتالي تخريب هذا الاتفاق وصولا إلى إدامة هذا الصراع بأكبر قدر ممكن يعني مع ملاحظة اليوم يعني نحن العالم مشغول اليوم بما سيحصل على طريق الكاستيلو وعن نقاط المراقبة وعن ربما إبعاد الأسلحة السقيلة عن الطريق مباشرة وليس انسحاب ويجب أيضا أن نركز على هذه النقطة هو إبعاد هذه المباشرة أو سحبها عن الطريق مباشرة لنقاط أبعد عن الطريق ولكن وليس سحب أو انسحاب القوات السورية كما يروج في الإعلام هذه نقطة أشارة مخاوف كثير من المتابعين سيما أنه طريق الكاستيلو استخدمته دائما المجموعات الإرهابية المسلحة سابقا اليوم يخضع للمراقبة الروسية اليوم يخضع لوجود المنظمات وربما تحديدا الهلال الأحمر وبالتالي أيضا نقاط المراقبة العسكرية قائمة على هذه النقطة بحيث لا يسمح لهذه التنظيمات ولكن اليوم كان هناك تحشيد هذا التحشيد لو قرأناه بشكل بسيط ما الغاية منه الغاية منه أولا تبرير لماذا تأخرت فتح نحن ندرك تماما أن الطريق من جانب الحكومة السورية أو مما هو متاحة من جانب الحكومة السورية أصبح بمتناول اليوم وصول المساعدات ويسمح بوصول هذه المساعدات بشكل حقيقي وفعلي ولكن أين العرقلة؟ العرقلة من الأماكن التي تواجدت فيها وتتواجدت فيها التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تلك المحسوبة على اعتدال الأمريكي كما تقول أمريكا يعني بمعنى آخر أن أمريكا هي التي تعطل لأن أمريكا لو أرادت بمنطق الأشياء البسيط لو أمريكا أرادت من هذه التنظيمات أن تلتزم بهذا الاتفاق هل لي عاقل في الدنيا أن تخيل أن هذه التنظيمات قد خرجت عن الطاعة الأمريكية بهذا الشكل؟ هي بنهاية المطاف أدوات تتحرك وفق مشغلين إقليميين وبالتالي الأمر العمليات يأتي إليها وبالتالي بهذه النقطة تحديداً لا فارق بين هذا الاتفاق والاتفاق السابق هذا يبرر كثير من المخاوف بأنه يعاد تكرار التجربة السابقة أستاذ علي وإدخال مساعدات لهذه المجموعات الإرهابية أولا المخاوف بشكل طبيعي مشروع من أي اتفاق ومن أي نقطة سياسية ومن أي حوار سياسي ربما ندرك هذه المسألة وهو أمر طبيعي ومشروع في نهاية المطاف ولكن نحن نتحدث بالمقارنة هناك تطور هناك تقدم في هذه المسألة هناك ربما ضمانات أكثر وضوحاً وربما هناك حالة من التشدد في هذه المسألة من جانب الروسي لذلك هو أقام نقاط المراقبة والتي ندرك تماماً كم هي متقدمة في الإطار التكنولوجيا وتستطيع أن تحدد بدقة نقاط وربما شكل الخرق إلى أي حد كفيلة بتبديد كل المخاوف اليوم أستاذ علي وأن لا تسمح للمجموعات الإرهابية المسلحة بفعلاً إعادة تموضع إعادة تسليح استفادة من هذا الإطار أولاً هذه التنظيمات الإرهابية ومن يقول أنه لديه الضمانة الكافية لعدم قيام هذه التنظيمات الإرهابية بما يخرج هذا الاتفاق وغير هذا الاتفاق أعتقد أنه ربما يحتاج لبعض الدقة في هذا التوصيح لكن موضوع التسليح تحديداً يجب أن تكون ضامنة الولايات المتحدة الأمريكية بالمطلق ضغط على الحلفاء وعلى من يسلح هذه المجموعة الكافية الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أضمن شيء وهذه قناعة الشخصية في المسألة وليس من الحكمة أن نعود على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا ما نعود عليه فعلاً بالنسبة لنا في سوريا هو الوجود الروسي وبالتالي هو الضامن الحقيقي والفعلي لكثير من النقاط التي تصير المخاوف وربما تصير نقاط استفهاماً لكن في نهاية المطاف نحن أمام حالة سياسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار وبالتالي سحب جميع الزرائع والجميع ما يسار أيضاً لدى الآخر من حجج ومن مبررات من أجل استمرار آليات ربما دعم التنظيمات الإرهابية وبالتالي إصالهم إلى الخانة التي تقول أنه كل هذه الزرائع سقطت اليوم هل لديكم أوراق أخرى وزرائع أخرى إضافية يعني بمعنى آخر هو السحب هذه الزرائع واحدة أخرى وصولاً إلى الحقيقة التي أعتقد أننا في يوم الأيام سنصل إليها وهي أن الحسم مع هذه التنظيمات الإرهابية ليس بالحل السياسي ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي مع إرهاب وأنما هناك مواجهة حقيقية والميدان هو الفيصل في نهاية المطاف ولكن عملية سحب الزرائع أعتقد أنها تتواصل وتستمر في إطار المماحكة اليوم وإطار الاشتباك القائم على المشهد الدولي والذي تقوده روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل ما يعني في نقطة ربما مرت وهناك ربما اليوم أصيرت بشكل واضح وحقيقي بمسألة وربما تحدثت عنها في بداية وفي مقدمة البرنامج عن مسألة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تنشر بنود الاتفاق روسيا حتى هذه اللحظة وزخروفة تحدثت أنه عن ضرورة نشر بنود هذا الاتفاق روسيا لا شيء تخفي تريد سحب أيضاً ذريعة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية طب الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت وقعت على هذا الاتفاق وأقرت بأنه لابد من هذا الاتفاق لماذا حتى هذه اللحظة لا تريد أن تنشر هذه الوثائق أستاذ علي من وجهة نظرك لأنها لا تريد أن توجد حل يعني إن كنا نريد أن نوصل الجواب بشكل بسيط الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا أنها تريد أن تقطيع الوقت تريد إضاعة مزيد من الوقت أشغال العالم بمجموعة منها ربما من المسائل الجديدة التي تظهر على السطح ولكن في نهاية المطاف ما زالت تعول على الإرهاب على أدواته على تنصيماته على الدول الداعمة لهذا الإرهاب وما زالت تعتقد يعني ببساطة شديدة وهناك ربما أسئلة كثيرة حول هذه المسألة هناك من يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الحالية مستعزلة لإنجاز اتفاق من أجل ربما خدمة أو يقول أن ولاية الرئيس أوباما يعني أولا الخدمة التي كان يبحث عنها أوباما حصل عليها اليوم أو بالأمس عندما أقر هذه المساعدات الضخمة وغير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل يعني ما كان يحتاجه الحزب الديمقراطي من إدارة الرئيس أوباما من أجل دعم المرشح الديمقراطي في الانتخابات القادمة قد حصل عليها من خلال محاولة استمالة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أو الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا البرنامج الدعم وبالتالي أي مكسر بآخر عداه لم يعد بحاجة أوباما قد ينعكس سلبا ربما على هذا الاتفاق اليوم أستاذ عليك بتأكيد أصلا لا تفكر أنا منذ البداية وهذا رأيي الشخصي في هذه المسألة منذ سنوات وقلت أن الإدارة الحالية لا تريد أن تنجز أي شيء لسببين على الأقل يعني بشكل بسيط نقرأ الأشياء بشكل بسيط ما هو الضرر الذي لحق بلايات المتحدة الأمريكية من خلال وجود هذا الدمار والخراف في المنطقة أولا لم تستخدم جنودها بشكل مباشر ثانيا لم تدفع الأموال في ذلك ثالثا لم تتورط في حروب مباشرة في هذه المسألة وهذه النقطة الأساسية لكنها ظهرت أمام العالم بأنها غير جادة بمحاربة الأرض أولا الدماغوجية الأمريكية لا تهتم بهذه المسألة وكل ما يتحدث عن هذا المنطق وأن الولايات المتحدة الأمريكية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية وسمعة الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أتذكر حديث طويل لأحد الوفود العربية في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تحدثها لمدة ست ساعات لكي يثبت للمضيف الأمريكي أن أمريكا منحازة لإسرائيل ليجيبه في نهاية ست ساعات من الحديث أن هذا أمر طبيعي طبيعي نحن منحازون يعني المصداقية الأمريكية في نهاية المطاف لا تهمها مصالحها إذن عندما نتحدث بلغة المصالح وعندما نريد أن نقرأ السياسة الأمريكية يجب أن نحدد ما هي المصالح المتضرر للمتحدة الأمريكية من استمرار الأمر هناك من يقول أن الاستقرار والأمن ربما هو مطلب باعتبارها قوة عظمة عندما كانت تسيطر على العالم كانت تدير هذه المسألة بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها الآن هناك نقاط وربما هناك دول ظهرت على المصرح الدولي تنافسها في المتحدة الأمريكية هذه المنافسة هي تريد أن تعطلها على الأقل أو تؤجل ظهورها من خلال إظهار هذا الكم الهائل من بؤر التوتر والصراع في العالم وبالتالي وصولا إلى إلهاء وأشغال هذه القوى الصاعدة بهذه الصراعات بينما الولايات المتحدة الأمريكية تكون تبني أو تبني مصالحها في منطقة أخرى وفي نقاط أخرى مختلفة تماما يعني عندما تنتهي من نقطة أو من منطقة هي تكون تطلع أو ربما قد بنت مجموعة من النقاط في منطقة أخرى من العالم هذه هي رؤية الأمريكية اليوم لذلك عندما لا تضرر الولايات المتحدة الأمريكية ولا تضرر مصالحها من وجود الأرهاب ومن وجود التنظيمات الأرهابية ومن قيام الدول الأقليمية اليوم يعني حتى في مسألة تهديدات الأرهابية من يطال تهديدات الأرهابية؟ تطال أوروبا لذلك عندما حتى هناك مصلحة أمريكية في هذه التهديدات الأرهابية لأن أوروبا ستلجأ لمن ستلجأ من أجل مساعدتها في هذه المسألة وفي مجهة التنظيمات الأرهابية ستلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ سمرار تبعية أوروبا هناك مخاوف من أنه إخفاء بنود هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي لتلاعب على هذا الاتفاق بما يتناسب مع مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ علي في لحظة من اللحظات إلى أي حد تتفق مع هذا الرأي إلى أي حد قادر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ظل الاستمرار في إخفاء بنود هذا الاتفاق إلى التلاعب به ونقضه لمصلحتها بأي وقت تريد وتشاء يعني زمنيا أولا أولا أولاد المتحدة هي لاعب يتقن تماما إضاءة الوقت وإشغال الوقت إلى أقصى ما هو متاح في المجتمعات وربما في السياسة بهذه المسألة وبالتالي إلى متى هو أمر ربما السؤال يصعب الإجابة عليه حاليا بالتأكيد ربما يستمر إلى النهاية إلى أن يعني يجهد هذا الاتفاق إلى أن يقر الجميع بأن هذا الاتفاق غير مقنع غير قادر أو ربما غير ممكن تنفيذه على أرض الواقع وبالتالي نصبح أمام مرحلة جديدة من التصعيد أمام مواحكة جديدة وأمام أسلوب جديد وزرائع جديدة تختلف عن هذه الزرائع التي طرحت اليوم من أجل إنجاز هذا الاتفاق هذه واحدة النقطة الثانية هي تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف ونحن أمام إدارة بقي لها شهران أو أقل ربما نحن ربما أقل شهر ونصف تقريبا هناك انتخابات أمريكية قادمة هناك صراع هناك ربما احتدام للصراع في الداخل الأمريكي اليوم ما بين المرشحين الذين يحتار الأمريكي أيهم الأسوأ يعني ليس هناك ليس هناك اختيار بين الأفضل وإنما هناك اختيار بين الأقل سوءا داخلها أو بين هذين المرشحين سواء كان المرشح الحزب الجمهوري أو مرشحة الحزب الديمقراطي والحديث اليوم بدأ يعني عن فضائح يعني لم تشهد لها السياسة الأمريكية أو الانتخابات الأمريكية مثلا في الدورات السابقة سواء كان على مستوى الوضع الصحي أو على مستوى الوضع لكل المناسبة لكل المرشحين كلهما يشكوا من هذه المشكلة وكل الطرفين يوجه نقاط أو ربما ضربات لخصمه بهذه النقطة فيما يتعلق بالوضع الصحي سواء كان لترامب أو لكلينتون لذلك هذه الإدارة أنا أعتقد أنها تأتيها الأساسية تتجسد أو ربما تتكسف في إطالة هذا الوضع القائم حتى هذه اللحظة وأبقى عناصر تأجيج وتفجير الوضع القائمة كما هي إلى الإدارة القادمة لكي تتولى إدارة هذا الملف أو هذا الصراع بطريقتها وبأسلوبها ووفق ما تعتقد أنه يتناغم أو يتوافق مع المصالح الأمريكية هي فقط مهمتها مرة أخرى أقول هي مهمة يعني مؤقتة مرحلية إطالة أمد للصراع لابقاء على عوامل هذا الصراع محاولة يعني نحن نشوفها مرة بتكون مع الأكراد مرة ضد الأكراد مرة مع تركيا مرة ضد تركيا مرة مع هذا التنظيم مرة أخرى مرة تتحدث هي بلسان يعني أحيانا تفاجأ ببعض التصريحات تتحدث عن أن هذه التنظيمات لا تلتزم ولا ترد على أحد ومرة أخرى تقول أن هذه التنظيمات تحت السيطرة وقادرة هي على ضبطها وقدمت وعود بهذا الأمر يعني في نهاية البطاف هي المعضلة الأساسية اليوم نحن أننا أمام إشغال أمريكي للوقت قدر المستطاع وبالتالي عدم إحراز أي تقدم أو الاضطرار إلى اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تمثل تقدما في هذا المسار وبالتالي تبنى عليها أو يبنى عليها لاحقا عند ربما النقاش مع الإدارة الأمريكية القادمة وبالتالي يعني لا قيمة حقيقة ولا جدوى من هذا الاتفاق أستاذ عليني حتى إذا كانت الروسيا تريد الاستفادة والبناء على هذا الاتفاق لاحقا ربما فعلا الإدارة الأمريكية القادمة تنصف هذا الاتفاق بكل بنوده وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر ويكون الولايات المتحدة الأمريكية حققت المكسب بإيقاف تقدم الجيش العربي السوري وحققت لهذا فعلا بإضاءة الوقت ولكن هذه المرة من دون مكاسف في الميدان أولا المكاسف بذالة تحققت يعني ويجب أن يتم الفصل بينها يعني الحروب ليست هي حالة مستمرة ودائمة وليس هناك جيش يقاتل على مدار الساعة وفي كل الأوقات وفي كل الأمكان وفي كل الظروف وبالتالي بالفهم البسيط لهذه المسائل أعتقد أن هناك ربما حاجات من هذا الإطار ومن المؤمن ذلك لأطراف مختلفة في هذه المسألة ولكن في نهاية المطاف مدام هناك إمكانية مدام متاح الوقت متاح الطريقة الأسلوب لسحب مجموعة من الزرائع التي تتزرع بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتحدث بها علنا لماذا لا يتم تجريب ذلك وفق إطار من الضمانات تتقدم به أو تتعهد به الدولة الرائعة لهذه المسألة أو الطرف الشريك في هذه المسألة وهي روسيا وقد قدمت ما يكفي من ضمانات في هذا الإطار ومن هذا الالتزام ونحن نرى اليوم هناك ربما ما يشبه مقاربة عسكرية من جانب العسكر الروسي للمسألة ربما في بعض نقاطها تتميز عاماً للمقاربة التي تقدمها الدبلوماسية الروسية وقد سمعنا تصريحات اليوم وزارة الدفاع الروسية إلى أي حد هي واضحة إلى أي حد هي صريحة هناك ربما حاجة دبلوماسية لتصريحات مختلفة ولكن في نهاية المطاف أنا بقناعة الشخصية في هذه المسألة أننا سنعود بعد أشهر للحديث في نفس النقطة وبنفس الطريقة وبنفس السوق كما تحدثنا ربما قبل بضعة أشهر وبالتالي بناء على هذه التصريحات اليوم من وزارة الدفاع الروسية هي تعكس حقيقة المخاوف الروسية من الولايات المتحدة الأمريكية وعدم القدرة على ضبط هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وعدم القدرة أو الرغبة حقيقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق أليس كذلك؟ بالتأكيد المخاوف الروسية قائمة والمخاوف الروسية ربما أبدتها حتى الدبلوماسية الروسية في هذه المسألة وربما هي قائمة بقدر أكبر بكثير مما هو لدى الطرف الآخر طيب هذا يدفعنا للسؤال أستاذ علي أنه أيضا ربما نقطة ضعف أخرى لهذا الاتفاق لماذا لم يعلن عن بنوده منذ اللحظة الأولى لإعلان عن هذا الاتفاق لماذا تقبل روسيا بأن تبقى هذه البنود سرية وحبيسة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية يعيد قراءة شخصية لهذه المسألة أولا وصلت الأمور في نهاية بعد 14 ساعة من المحادثات بين لافروف وكيري إلى حائط مسدود ووصلت إلى النقطة التي أعتقد أو هكذا قراءة شخصية لهذه المسألة ووفق بعض التسريبات أيضا من داخل أروقة المحيطة بما جرى في جينيف في ذلك الحين أن الأمور وصلت إلى النقطة اللاعودة وبالتالي كان هناك احتمالي أما إعلان وأقرار فشل هذه المحادثات وهذا أمر خطير جدا لا تستطيع لا روسيا وولادة المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤوليته أو دعينا نقول بتفصيل أكثر لا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتحمل وحدة هذه المسؤولية ولا روسيا أيضا تريد أن تتحمل هذه المسؤولية وهذا أمر طبيعي ربما في العلاقات الدولية عندما يكون هناك طرفان طرفان هما مسؤولان عن قضية مهمة جدا أعتقد أن من مصلحة كل طرف ألا يتحمل مسؤوليت ما قد يجري من نتائج عكسية لذلك كان هناك ما يشبه الحلول الوسط التي طرحت في نهاية المطار الحلول الوسط أن بعض الإشكالات وبعض الاشتراطات الأمريكية التي كانت مطروحة على الطاولة والتي كانت سببا في تأخير الوصول إلى الاتفاق تم التفاهم على جزء منها مقابل أن تبقى هذه التفاهمات سرية لسببين أساسيين أنا بقناعة الشخصية السبب الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت بما يخالف ما قدمته من تعهدات لأدواتها ومشغلي التنظيمات الإرهابية الأقليميين لذلك هي لا تريد أن تحرج نفسها أمام هذه الأدوات وهي تقدم خطاب مختلف تقدم وعود مختلفة تقدم ضمانات مختلفة لذلك هي قبلت ببعض الجزئيات وليس بكل ما طرح في هذه المسألة مقابل أن تبقى هذه التفاهمات سرية يعني مرحلة لاحقة كي لا تشعر بالحرج أمام أدواتها هذه النقطة النقطة الثانية تدرك تماما أن هذا الاتفاق ربما هو من الناحية الموضوعية والواقعية غير قابل للتطبيق وبالتالي هي تراهن على الوقت وقبلت بهذا الاتفاق وقبل أن يعلن عن النقاط الواردة فيه يكون قد أجهد وبالتالي هي تكون قد خرجت من المأزق ومن الورطة التي وقعت بها يعني ربما تحدثنا في بداية وقلنا يعني آلية وصول الوزير الخارجي الأمريكي إلى جنيف فيه الكثير من الأسئلة فيه الكثير ربما من إشارات الاستفاهمة التي لم تقدم إجابات حقيقية عليه يعني كان هناك إعلان روسي واضح بأن هناك محادثات بين وزيري الخارجية حدد يوم الخميس أولا وثم لاحقا تأجل إلى يوم الجمعة وصل إلى أفريق قبل ساعات وهذا بروتوكوليا أيصلا غير محبب على الأقل أو غير صحيح في الأطرد المعمول بها دبلوماسيا ومع ذلك كان هناك قبور روسي وهناك رغبة روسية حقيقية في إنتاج هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق أولا كما قلت يخفف الضغوط السياسية باتجاهات مختلفة وبالتالي كل من يتحدث عن أنه ليس هناك رغبة في إنجاز الاتفاق وبالتالي إطلاق المسار السياسي هو مخطئ والدليل على ذلك أن هذه الرغبة الروسية لذلك أعتقد أن هاتين النقطتين هما الأساس والجوهر في رفض الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة الأفصاح عما جرى الاتفاق عليه حتى أن وزير خارجية فرنسا وهو الحليف المباشر للولايات المتحدة الأمريكية طالب بالأفصاح عما تم الاتفاق عليه وبالتالي إلى أي حد نكون النقطة الأولى التي تحدثت عنها هي المرجحة أستاذ علي والتي تقول بأن الولايات المتحدة تريد أن تخفي عن الحلفاء والأذرع في المنطقة بنود هذا الاتفاق خوفا من الأحراج أو ربما لأسباب أخرى في عقلية وذهنية الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان هذا فعلا هو المرجح إلى أي حد نحن قريبين من سيناريو طبعا الاتفاق النووي مع إيران والذي فاجأت به الولايات المتحدة الأمريكية وبكل تفاصيله حلفائها وجعلته أمر واقع في النهاية وعلى جميع أن يطبقه أولا المقاربة ربما هنا صعبة بمعنى آخر هناك اختلال في المعايير بالمقاربة ما بين ما جرى في الاتفاق النووي وما جرى في ما يجري اليوم هناك الكل يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بما تشكله إيران بأهمية إيران بوجود إيران بالمصالح الأمريكية مع إيران في هذه المسألة وبالتالي أن كعكة هذه المصالح لا بد لولايات المتحدة الأمريكية من أن تستحوز على الجزء الأكبر منها اليوم تحدثنا ربما قبل قليل ما هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في وقف عمل التنظيمات الإرهابية حتى هذه اللحظة ليس هناك تهديد مباشر الولايات المتحدة الأمريكية في الأمر وما دام ليس هناك تهديد لمصالح حتى في المنطقة وخارج المنطقة وحتى لأدواتها التي تستخدم الإرهاب في بعض الأحيان ضد هذه الأدوات عندما تخرج عن طاعة الأمريكية ما زال المثال التركي حي أمامنا ما زال المثال السعودي قائم ما زال هناك كثير من الأمثلة القائمة اليوم في المنطقة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الاستعداد لاستخدام الأرهاب والتنظيمات الأرهابية التي أنتجتها هذه الدول ضد نفس الدول عندما تخرج أو تحاول أن تتميز عن الموقف الأمريكي لذلك هنا المعضلة الأساسية أولا نقطة ثانية تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية نحن أمام أفول إدارة زاهبة وراحلة وقدوم إدارة من غير المؤكد ومن غير المحسوم حتى هذه اللحظة ما هو شكل هذه الإدارة وهي المقاربة يعني أنا ربما طلعت على بعض ربما آراء خبراء أمريكيين في مسألة هناك من يعني يبشر بعهد أمريكي جديد إذا ما وصلت ترامب إلى إذا سدت الرئاسة في الات المتحدة الأمريكية عندما أو كما هو يعني معمول به داخل الأروقة الداخلية للحزب الجمهوري الذي يتحدث فيه ترامب عن أنه سيغل كسيميا القواعد العسكرية الأمريكية يعني هناك مقاربة أمريكية مختلفة كليا ولكن قادر ترامب بشخصه أو أي شخص أو أي رئيس يأتي للبيت لبيت قادر أن يتخذ هكذا قرارات سيد عليم ما هو من المعروف والمتعرف بالسياسة الأمريكية الرئيس ليكمل سياسات السابقة صحيح يكمل ولكن في نهاية المطاف هو يمثل مجموعة من المصالح وبمعنى آخر أوصلته إلى سدة الرئاسة مجموعة من المصالح سواء كانت احتكارات أو غير احتكارات يعني قوى نفوز ذات المتحدة الأمريكية هي التي أوصلت هذا المرشح إلى سدة الرئاسة أو ذات وفي نهاية المطاف هو يعبر عن مصالح هذه المجموعة أي أن تكون شكلها سياسي احتكاري غير ذلك من تسميات وفي نهاية المطاف أعتقد أنها تعبر عن جوهر هذه المصالح وهناك أيضا في نفس الاتجاه ولا أريد أن أغرق كسيمة في هذه التفاصيل لأن الأمر يحتاج لوقت أطول أن وصول كلينتون اليوم أو احتمال وصول كلينتون إلى سدة الرئاسة يبشر أيضا بين مزدوجين بجحيم عالمي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما ينتظر رعاة الإقليمية وهذا طبعا اعتمادا على مجموعة من الخيارات التي أقدمت عليها سيدة كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية واعتمادا على كثير من السراتيجيات التي رسمتها السياسة الأمريكية في عهد كلينتون وإلى أي حد يعول رعاة الإرهاب الإقليميين على وصول كلينتون وهذا ما يفسر ربما موقفهم من هذا الاتفاق رضا بالاتفاق ولكن رضا على مضض بهذا الاتفاق أيضا ينتظرون التسويف الأمريكي ومضيعة الوقت الأمريكي بانتظار مجيء كلينتون ربما للبيت الأبيض يعني الأمر ربما هناك اختلاف في المقاربة حتى بين الأدوات الأمريكية يعني إذا ما قرأنا الموقف السعودي يختلف عن الموقف التركي وإذا ما قرأنا موقف القطر يختلف عن ربما بعض المواقف أخرى في المقاربة من هي الإدارة الأمريكية القادمة أو في نهاية المطاف أعتقد أن الرهان عليها رهان خاطئ وخاسر في كل الاتجاهات وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المنطقة سواء جاء هذا أو ذاك في نهاية المطاف نحن أمام إدارة أمريكية أو ربما سياسة أمريكية تحكمها المصالح ولا يحكمها الأشخاص أو المؤسسات بشكل مباشر لذلك أعتقد أن النقطة الجوهرية اليوم نحن أمام يعني نعود إلى النقطة للماذا الروسي ربما متعجل يعني بالمعنى العامية مستعجل على إنجاز اتفاق ما يستطيع من خلاله أن ينزم أي إدارة أمريكية قادمة بضرورة التفاوض ما بين أمريكي يعني يتباطى يعني يحاول أن يفخخ ما تم الاتفاق عنه أن يؤخر تنفيذه هو يعني يتساءب على خطوط مواجهة وعلى خطوط النار كما يسمى في هذه النقطة لأنه لا يريد أن يورس الإدارة القادمة أي تكون سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية اتفاقا يمكن من خلاله أن يتم الاعتماد عليه لذلك هنا المفارقة ولذلك هناك حرص روسي وتحدثنا عنه على الإبقاء على هذا الاتفاق رغم أنه من الناحية العملية والمنطقية أن أكثر من مئة انتهاك له خلال أقل من ثلاثة أيام أعتقد أنها كافية لينهيار أي اتفاق وبالتالي يعني إذا كانت المرحلة الأساسية منه أو الجوهرية من هذا الاتفاق لم تنفذ من العبس التفكير بالمرحلة التالية ومع ذلك هناك إصرار على أن تنفذ المرحلة التالية وربما ينفكر بعد بضعة أسابيع في مرحلة ثالثة من هذا الاتفاق وما يتطلبه رغم أن المرحلتين الأوليتين إذا صحت التسمية لم ينفذ منهما شيء لذلك نحن أمام قراءة سياسية تقول أن من مصلحة الجميع من مصلحة المجتمع الدولي داعيني أسميه أن يتم الاتفاق مع الأمريكيين على أي نقاط لو كان هناك بعض الجوانب السلبية وبعض التفاصيل والجزئيات التي لا تتوافق إلى حد كبير مع ما هو مطلوبه أو لا تعكس حقيقة ما هو موجود في الميدان ريس ما يتم وجود هذه الإدارة الأمريكية لأن إدارة أمريكية نحن أمام فترة فراغ سياسي في السياسة الأمريكية كما يسمى بضعة أشهر ريس ما تتحضر الإدارة القادمة بينما يتم اختيار يعني هذه العناصر يتعرف ربما وزراء أو وزير خارجية القادمة الأمريكية على الملفات التي بين يديه وبالتالي نحن أمام وقت طويل جدا جدا نحتاج فيه لكثير من التفكير وبالتالي هذه الأزمات أو هذا النوع من الأزمات وهذا النوع من الصراعات والبؤر المتفجرة في المنطقة لا تحتمل كل هذا الوقت ولا تحتمل كل هذا التثاؤب الأمريكي لذلك نرى حرصا من هنا واستعجالا من هناك ولكن هذا الاتفاق رغم التثاؤب الأمريكي الظاهر لوزارة الخارجية الأمريكية أستاذ علي هناك أطراف في الإدارة الأمريكية غير راضية على هذا الاتفاق إلى أي حد هذه المواقف الداخل الأمريكي ربما تكون أسباب التي تضع العصي في العجلات اليوم أمام الإدارة الأمريكية وأمام الخارجية الأمريكية بتطبيق بنود هذا الاتفاق ربما تكون هناك ضغوط ربما أستاذ علي على الخارجية الأمريكية أعتقد أن المسألة هنا مسألة الاختلاف والاتفاق بين أركان الإدارة الأمريكية هي لعبة سياسية أكثر مما تعكس حقيقة الأمر يعني هناك توزيع الأدوار ما بين ما يقبل به البنتك ولا تقبل به الإدارة الأمريكية وهناك حقيقة ولكن بعض الظواهر بعض الظواهر الدالة على هذه المسألة تشير إلى هناك تناقض في بعض الجزئيات يعني أنا ما زال مثلا القوات المدعومة من الاستخبارات الأمريكية تتقاتل مع القوات المدعومة من البنتكون الطرف الذي يدعمه البنتكون يقاتل الطرف الذي تدعمه الاستخبارات الأمريكية يعني هناك ربما مفارقات في السياسة الأمريكية ولكن قناعة الشخصية في هذه المسألة أن الملاك المتحدة الأمريكية أو أركان الإدارة الأمريكية تتوازع أدوارها تشددا أو اعتدالا تطرفا أو أقل تطرف في نهاية المطاف هي تحقق أقصى درجات أو التماهي مع المصالح الأمريكية وما يحقق هذه المصالح بنهاية المطاف تنحاز لدارة الأمريكية كاملة له سواء كانت متفقة معه أو مختلفة معه بمعنى آخر أن هذا الاختلاف هذا الخلاف هذا التمايز هذا التباين في المواقف بين هذه الأركان المختلفة داخل لدارة الأمريكية تزول تختفي تتلاشى عندما يصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن ما جرى وما تم التوصل عليه حقق المصالح الأمريكية وبالتالي نحن أمام حاية جديدة تطلب موقف أمريكي واحد يعلنه البيت الأبيض نعم طيب ديمستورا تحدثت عنه وعن مواقفه وتصريحاته أستاذ علي ديمستورا يتأمل أن تكون هناك إعادة إطلاق العملية السياسية واستمرار العملية السياسية بناء على ما نتابع اليوم على الأرض وبناء على أن هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة مازال مهدد أنه يستمر في ظل التفخيخات التي تضاعها الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ علي من التستر على المجموعات الإرهابية السكوت عن هذه الخروقات وعدم الرغبة حتى هذه اللحظة بنشر تفاصيل بنود هذا الاتفاق أي أمال التي تحدث عنها ديمستورا بإطلاق عملية سياسية أو إعادة أحياء العملية السياسية أولا ربما قبل بضعة أسابيع كان هناك انتقاد لازع من الدبلوماسية الروسية موجهة إلى ديمستورا شخصيا بأنه تباطى يتكاسل ليس جادا في إطلاق المسار السياسي ولم تجد في حزارك الحين الدبلوماسية الروسية ما يبرر هذا التأخير أعتقد أنه عندما اليوم يتحدث عن إطلاق المسار السياسي هو غير مؤهن أصلا لإطلاق المسار السياسي وعندما كان يقول أن اللقاء الروسي الأمريكي سيبنى عليه الكثير ليس لأنه فعلا يرغب في إنجاز شيء من هذا الاتفاق أو أنه يعمل إنجاز وإنما لكي يحمل المسؤولية مسؤولية تراخيه عن قيام بدوره ربما مسؤولية أنه ابتعد عن دوره الحقيقي دوره ووجوده كرجل مهم من قبل أمم المتحدة أو من قبل قوسيط دولي في هذه المسألة يريد أن يرمي بالمسؤولية أن يضع هذه المسؤولية على أنه ليس هناك تفاهم روسي أمريكي وليس لأنه اتخذ موقفا لم يعود فيه مهمة الوسيط وإنما أصبح منحازا يعني بدل أن يكون هو طرفا مساعدا في إنجاز اتفاق أصبح مشكلة ومعضلة تؤثر على إنجاز أي اتفاق وما زال حديثه وأعتقد أن جميع السوريين اليوم يستطيعون أو ربما ما زالوا يتذكرون حديثهم عما حدث في دارية وهذا الموقف الذي لا يمكن لعاقل في الدنيا أن يفهمه إلا أنه دفاعا عن تنظيمات الإرهابية وعن الإرهابيين وأنه تعبير عن مخاوف داخلية لديه من هذه التنظيمات أو من الدول المشغلة لهذه التنظيمات بأن الوعود المقدمة لديمستورا أصبحت في مهب الريح لأنه لم يستطع تأمين الحماية لهؤلاء الإرهابيين ولهذه التنظيمات الإرهابية في منطقة كدارية وندرك تماما كم استخدم دارية زريعة لكثير من ربما أحيانا يعني مثل الغمز من قناة الحكومة السورية وتحميل الحكومة السورية وتصريحه اليوم في هذه المسألة أعتقد أنه يؤشر بوضوح صريح إلى أن ديمستورا لم يعد الشخص الموصوق به وليس هو الشخص المؤهل لقيادة أي مفاوضات أو محادثات أو إطلاق المسار السياسي ولابد من البحث عن بديل آخر بالتأكيد وهذا ليس مسألة بمعنى الرأي الشخصي في حبه أو أكرهه هذه قضية أخرى ولكن نحن بالمعايير السياسية المتبعة اليوم لا بد وأعتقد أنه إذا كان أو إذا قدر للمسار السياسي ولمحادثات جينيف ولمسار جينيف أن يعود وأن يجد شيئا من المصداقية أعتقد أنه من الأجدى للأمم المتحدة وللراعيين الروسي والأمريكي أن يجدوا شخص آخر يقود هذه المهمة هذا الرجل فقد كل مصداقية لديه ما دام هو يتبنى وجهة التنظيمات الإرهابية ما دام يأخذ برأيها ما دام هو يتبنى بشكل كامل رؤية الدول المشغلة لهذه التنظيمات ولا ينظر إلى الطرف الآخر حتى التقارير المرفوعة من قبل جهاز العامل لديه هو يتدخل شخصيا وهذه معلومات ربما مهمة جدا في هذه المسألة هو يتدخل شخصيا في إضافة أو حذف بعض التفاصيل أو بعض المصطلحات الواردة في التقارير المقدمة لديه من الفريق العامل لديه سواء كان من يتعلق بمهمته في البحث عن المسار السياسي أو يعاد اطلاق المسار السياسي لصالح المجموعات الإرهابية بالتأكيد لصالح أما لصالح تنظيمات الإرهابية مباشرة أو لصالح الدول المشغلة لهذه التنظيمات الإرهابية المسألة ببساطة شديدة نحن نقول فلان لا يرى وفلان يعرف مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب وجود هذه التنظيمات ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب استخدام الإرهاب مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب استمرار هذا الوضع على علامة إلا أنه يحقق أعلى نسبة من المصالح الأمريكية في هذا الإطار ولكن ما هي مصلحة الأمم المتحدة؟ ما هي مصلحة وسيل دولي؟ ما هي مصلحة دور المنظمات الدولية في هذه القضية؟ هناك كثير من الأسئلة التي تطرح اليوم ولا يمكن لعاقلين أن يجد إجابة مقنعة واحدة حول هذه المسألة ولذلك بعض الأشخاص الذين يكشفون أوراقهم سريعا تحترق مصداقيتهم أو تتآكل مصداقيتهم إلى الحد الأقصى وبالتالي يصبح وجودهم في مهمة كهذه وجودا عائقا وليس وجودا مساحلا ولا بد من إعادة النظر فيه طيب في ظل هذه المعطيات لثلاثة أيام حتى هذه اللحظة من المبكر أن نسأل عن الخطوة القادمة أستاذ علي الموضوع ما زال في إطار المراقبة أم أنه لا مثل ما يشاع أو يقال في العميل مكتوب مبين من عنوانه الخروقات مستمرة وبالتالي نستطيع أن نستقرأ ونستشرف مصير هذا الاتفاق يعني دعيني أتحدث هنا بالرأي الشخصي المباشر في هذه المسألة فالنوان واضح العنوان يقول التالي هذه التنظيمات ليس لديها رادع أخلاقي ولا إنساني ولا سياسي ولا تمتلك أي الدول الداعمة لها من الجرأة ما يكفي لكي تقول أنها تتحمل مسؤولية أفعال هذه التنظيمات هي تدافع عن هذه التنظيمات تدعمها تسلحها توفر لها العناصر الإرهابية ولكنها في المجال السياسي لا تتحمل مسؤولية ما تفعله هذه التنظيمات وهذه هي مفارقة أخرى بمعيار العلاقة الدولية اليوم في هذه المسألة ولا بد من أخذها بعين الاعتبار وبالتالي كل من يدافع أو يتبنى وجهة نظر هذه التنظيمات عليها لنتحمل مسؤوليتها هذا في الحساب البسيط لكن نحن أمام مفارقة يصعب اليوم إصلاح الخلل قائم فيها النقطة الثانية في هذه المسألة أننا ربما نحن أمام ثلاثة أيام وبدأنا في اليوم الرابع هناك من يتحدث وفق معلومات السريبات دعيني أسميه بعض ما نشرته المواقع والتنسيقيات المتصلة مباشرة بالتنظيمات الإرهابية تتحدث أن عمر هذا الاتفاق لن يتجاوز خمسة أيام هناك حشود هناك تحشيدات هناك عملية جمع من أجل إنقاذ نقض هذا الاتفاق إن لم يكن شاملا وعاما في كل النقاط وفي كل المناطق وفي كل الأماكن على الأقل في بعضها وأنا أعتقد ما جرى ربما عصر هذا اليوم في ريف حماة مؤشر واضح على هذه المسألة والحبل على الجرار خلينا نقرأ الأسوأ أستاذ علي في حال لم يستمر هذا الاتفاق ما هي الخطوة القادمة لجميع الأطراف ما فيه الولايات المتحدة الأمريكية طبعا التي كما قلنا لم يبقى هناك وقت طويل لهذه الإدارة بالبيت الأبيض يعني الإدارة الأمريكية قلت لك في ميزو البداية المسألة ببساطة شديدة هي تتحلق بأنها أن تبقي عناصر الصراع قائمة عناصر الصراع حتى تبقى قائمة حتى تبقى مستمرة لا بد من حفاظ على هذه التنظيمات الإرهابية بطريقة ما سواء كان عبر العمل السياسي أو عبر الدفاع عنها مباشرة من خلال الدول المشغلة لهذه التنظيمات التي تتبنى وجود هذه التنظيمات على المقلب الآخر وهذا أعتقد نهاية المطاف أن الميدان هو الذي يحسم أن الميدان هو إذا يحدد معايير السياسة وهو الذي أصلا يحدد المسار السياسي في كل هذه النقاط وأعتقد لولا الإنجازات الميدانية الحقيقية التي أطلقتها أو حققتها قوات الجيش العربي السوري والحلفاء معه في هذه النقاط لما كان هناك قبول أمريكي بهذا الاتفاق وهذه النقطة جوهرية يعني ما حققه الجيش العربي السوري في هذه النقاط ما حققه الحلفاء مع الجيش العربي السوري من إنجازات فعلية على الأرض غيرت على الأقل خارجة الموقف السياسي ونحن أمام رهان أو تعويل دعين يسميه على ما يحققه وما يتم تحقيقه في الميدان من قبل الجيش العربي السوري لكي يكون أيضا له وقع جديد وأحداثيات جديدة على الخارطة السياسية لأي موقف قادم وخصوصا في الأيام القليلة غير البعيدة أشكرك جزيلا شكر الأستاذ علي قاسم رئيس تحرير جريدة الثورة كنت معنا بهذا الحوار شكرا جزيلا وجودك معنا شكرا لكم دائما المشاهدين الكرام على طيب المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة